اهلا بكم جديد مشاهدين وصلنا الى اخر حواراتنا النهاردة في هذا الصباح هنتكلم عن بروتوكول تعاون شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل هذا البروتوكول وقع بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتاحة تمويل للشباب لإقامة بعض المشروعات الصغيرة بنظام الامتياز التجاري داخل مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية نحن نتعرف على اهمية هذا البروتوكول للتعاون وعدد الشباب اللي حيستفيدوا منه الى اي مدى حيكون فعلا يعني جاذب لعدد او مشجع على ايجاد فرص كثيرة لعدد كبير من الشباب المصري خصوصا في المحافظات المختلفة بشرفنا الحديث حول هذا الموضوع يكون معانا الاستاذ عبداللطيف وهبة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء استاذ عبداللطيف صباح خير وهنا بك صباح النور يا فهنا خلينا استاذ عبداللطيف ومشاهدين الكرام نتابع اولا هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش شهد المهند شريف اسماعي رئيس مجلس الوزراء مرسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهات الصغر لإتاحة تمويل للشباب لإقامة بعض المشروعات الصغيرة بنظام الامتياز التجاري داخل مركز الشباب بكافة محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل توفير وتطوير الأماكن الخاصة برعاية طاقات الشباب المصري وفي ضوء الخدمات التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهات الصغر لدعم ومساندة الشباب في توفير فرص عمل حقيقية تساعد على توفير حياة كريمة لهؤلاء الشباب يقوم المشروع على منح تمويل لشاب أو مجموعة من الشباب لإقامة مشاريع بمراكز الشباب تتضمن تطوير الملاعب وإنشاء حمامات للسباحة وإنشاء وتطوير صالة الجم وتقوم وزارة الشباب بمقتضى هذا البروتوكول بتحديد خريطة إقامة هذه المشروعات وأهم المناطق المطلوب القيام بتطويرها مع إصدار تراخيص لمزاولة النشاط وتقديم الدعم الفني للمستفيدين مع وضع تصميم موحد للمشروعات بالإضافة إلى المواصفات الفنية والهندسية للملاعب وحمامات السباحة والجم التي سيتم تنفيذها على قوة هذا البروتوكول من جانبه قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن هناك ألف مركز شباب على مستوى الجمهورية بحاجة للتطوير مشيرا إلى أن إجمالي مراكز الشباب بالمحافظات بلغ أربعة آلاف مركز شباب من بينها ثلاثة آلاف مركز تم الانتهاء من تطويرها أتكلم أكتر مع الأستاذ عبداللطيف وهبة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء حول هذا البروتوكول وأهم ما تضمنه من بنود أهلا بك مرة تانية عبداللطيف أعزينا تعرف لهذا البروتوكول أهم ما تضمنه من بنود ومواد يعني أنا شايف أن ده من الأمور الهمة جدا في مثلها في الظروف الحالية أنك تبتكر يعني في وقت إحنا طبعا لنا ظروف اقتصادية خاصة بنحاول مواجهة مشكلة البطالة بنحاول ننمي لدى الشباب روح الابتكار وأنه يبقى ليه مشروعه الخاص به عدم الاعتماد على الحكومة فيما يتعلق بما كان في الماضي اللي هو التعيين في الحكومة هنلاقي أن هذا البروتوكول يمكن سمح لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاقد مع وزارة الشباب أو توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب يسمح بتمويل مشروعات للشباب داخل مراكز الشباب نفسها احنا عندنا حوالي 4000 مركز الشباب على مستوى الجمهورية يمكن الوزارة في الفترة الأخيرة قام بتطوير حوالي 3000 مركز الشباب 3000 يعني التطوير في مراكز الشباب معناه مش معناه أن أنا أعمل ملعب بس أو كذا أو كذا ولكن أنا بعمل بنية أساسية في مركز الشباب يمكن حضرتك لو شفت مركز شباب الجزيرة على سبيل المثال هتلاقي تجربة مختلفة تماما هذا البروتوكول بيقوم على أن الشباب الذي يرغب في إنشاء مشروع بتحتاجه مراكز الشباب نفسها يعني عايز تعمل مثلا ملعب بسكت عايز تعمل كافتيريا كويسة داخل مركز الشباب عايز تعمل ملعب كرة قدم يسمح لك الجهاز أنه هو يوقع معك اتفاق تمويلي هذا الاتفاق بحيث يكون سن الشباب من 20 حتى 40 سنة الاتفاق لم يتم حتى الآن إعلان المبلغ ولكن الجهاز على استعداد للتمويل الكامل أيا كان المبلغ ثم بعد ذلك بينشئ هذا المشروع أو بيقدم دراس الجدوى للمشروع الجهاز هو اللي بيؤد كمان بمساعدة وزارة الشباب والرياضة يعني لأن هي أضرأ بمركز الشباب اللي هيتعامل فيه هذا المشروع أو هذه المنشأة أو خلافه هي أضرأ بهذا المشروع وزير الشباب حتى قال أن فيه ألف مركز الشباب هم اللي في حاجة إلى تطوير في حاجة إلى تطوير وبالتالي يستطيع الشاب أنه هو يتقدم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل ثم يتم عقد اتفاق اللي هو تأجير تمويلي أو بحق الانتفاع في مركز الشباب لفترات معينة يستطيع الشاب أنه هو يقيم هذا المشروع بس قبل ما الشاب يروح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هل الأول بيتفق بين مثلا لو شاب في قرية معينة أو في حية معين بيتفق الأول مع مركز الشباب أو يشوفوا أنه هو محتاج ده وبعد كده يروح للجهاز ده صحيح لأن الأضراء باحتياج مركز الشباب هو وزارة الشباب والرياضة فمن الممكن للشاب بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة في أي مركز شباب على المراكز اللي هي الألف اللي هي محتاجة تطوير أو تدعيم أو خلافه بيتقدم وزارة الشباب على فكرة حتعلن كمان هذه المشروعات في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يستطيع الشاب أنه يتقدم بدراسته لوزارة الشباب والرياضة وبعدين وزارة الشباب والرياضة كمان بتدعم هذا الشاب يعني مش هتسيبه كمان هتدعمه لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحد ما يحصل على القد ويبدأ مشروعه البعض يقول يعني ممكن يقول إن هو هل ده ممكن يكون بداية لي مثلا خصخصة مراكز الشباب خصوصا مثلا على سبيل المثال من المشروعات المطروحة مثلا تطوير صلاة الجيم البعض يقول ممكن الطبيعي يكون في مراكز الشباب صلاة جيم أو دي من ضمن يعني اللي هي البنية الرياضية المفروض تكون متاحة في الأندية والمراكز الرياضية فمن هنا لما يكون فيه مشروع استثماري زي ده الخدمة المقدمة اللي هو بيطلبها تزيد لا بص أنا أعيز أقول لحضرتك على حاجة هو ليس خصخصة بمعنى كلمة خصخصة لأن أنت بتاخد أولا آلية حق انتفاع ثانيا ما ستقدمه أنت كشاب قمت بهذا المشروع داخل مركز الشباب اللي هتقدمه من خدمات ليس معناها أن أسعارها مطلقة أسيبك أنت يعني تحدد سعره لا بالعكس ما كل ما أي دراس الجدوى أو بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة هي حتحدد لحضرتك يعني مثلا أنا عايز أعمل صالة جيم أو عايز أعمل ملعب كرة خمسية بحيث تكون ده بيتوقف ده خدمة للمجتمع الأسعار كذا فيه أوقات معينة على فكرة كمان افرض مركز الشباب لديه فريق مثلا معتمد لدى مركز الشباب بيتضرب ما ينفعش أن أنا أأجر له ولكن فيه أوقات أستطيع أن هي أأجره كقطاع خاص وفي نفس الوقت بيستفيد منه مركز الشباب إذن هيكون فيه آلية للتسعير كمان بمعنى الآلية دي لسه ما أعلنش الألية لم تعلن حتى الآن حتى قيمة القروض أو التمويل لم يعلم برضه لأن ده بيتوقف على حجم المشروع يعني أنا لو قلت مثلا دلوقتي إن التمويل المسموح به مثلا من 100 ألف إلى 200 ألف طب ما فيه مشروع ممكن يأخذ أكثر من 200 ألف ده واحد الحاجة الثانية أنا عايز أقول لحضرتك هو مش خاص خاصة ليه أولا هو نوع من المشاركة بين الشباب وبين وزارة الشباب والرياضة أو بين الحكومة كمان يعني في نفس الوقت أنت بتخلق بتدي للشاب أولا هو مش هيشتغل لوحده في هذا المشروع أكيد هيشتغل شباب معه ده واحد الحاجة الثانية أنت بتدي له المبادرة أنه يشارك في المجتمع ده بالضبط كأنه واحد عنده جماعية أهلية يستطيع في الخارج بعيدا عن مركز الشباب أنه يعمل أي نشاط مجتمعي أو أهلي أو خلافه أنت دلوقتي بتضمه لحضانة الدولة في نفس الوقت بتنمي لديه روح الابتكار ثانيا بتعالج مشكلة كبيرة جدا أنت بتعالي منها هي مشكلة البطالة أنت بتخرج عندك مثلا 700 ل800 ألف سنويا من خارجي مش الجماعات بس والمدارس والدبلومات والمعاهد العليا وخلافه ثالثا أنا عايز أقول لحضرتك الموضوع فكرته جات إزاي؟ لو حضرتك بتنزل في المحافظات اللي هي بعيدا عن القاهرة هتلاقي فيه شاب مثلا جاء على حتة أرض عمله ملعب كرة خمسية أو حمام سباحة أو كذا طيب ما تضم كل هذه المشروعات أو الذي لديه فكرة لهذا المشروع أو مشروع جديد أنك تدخله مراكز الشباب في نفس الوقت أنت محتاجها في نفس الوقت أنت بترفع كاهل التمويل قوي عن الدولة إذا كان مركز الشباب أنت حتطوره بس المشكلة ما بعد التطوير هي عمليات الصيانة هل عندك عمليات صيانة مستمرة دائمة لمراكز الشباب بعد التطوير؟ أم ما أعتقدش وبالتالي أنت لما بتدي للشاب بموجب حق انتفاع سواء 15 أو 20 سنة أنت بتضمن كمان استمرارية المشروع وتحديثه تطويره يكون له صيانة وخلافة هل أعلنت سواء وزارة الشباب والرياضة أو لجهاز المشروعات المتوسطة والصغير عدد فرص العمل المتوقع أن تتولد بعد تفعيل هذا البروتوكول وتطبيقه على أرض الواقع؟ لو حضرتك حسبتها مثلا شفت ألف مركز شباب خلي بالك لما نقول ألف مركز شباب على مستوى الجمهورية مثلا على سبيل المثال مش معناها أن مركز الشباب ده هتعمل فيه مشروع واحد لا إذا أنت ممكن تعمل صالة ممكن تعمل ملعب ممكن تعمل كافتيريا ممكن تعمل مكان كويس جدا للناس تتفسح فيه أو العائلات يقضوا فيه وقت ممكن فيه ناس بتعمل صلاة أفراح برضو وفيه صلاة أفراح ده انتشرت على مستوى الجمهورية إذن ده أعتقد أنه من المشروعات الهمة أنك تجذب الشباب ويبقى فيه مشاركة مجتمعية فيما تقدمه الدولة من خدمات يعني الخدمات الآن المفروض أنها لا تكون قصيرة على الدولة فقط ولكن على الشباب اللي هو الباحث عن فرص عمل أنه يتقدم بمثل هذه المشروعات طبعا حيمتص جانب كبير جدا من الشباب في المحافظات خصوصا المحافظات اللي هي الواجه البحر المزدحمة الشباب اللي هو بيدور على فرص عمل ممكن شاب يحاول يعمل نفس المشروع بس خارج إطار مركز الشباب مثلا على سبيل المثال لو هو عنده حتة أرض خاصة به أو مشروع خاص به بيتعرض لإجراءات بيروقراطية شديدة جدا وأحيانا التصريح وخلافه لكن انت هنا في هذا المشروع انت بتضمن أنك هتديله كافة الترخيص اللازمة لبدء نشاطه داخل مركز الشباب هل أعلن البروتوكول دوت حيتنفذ على الأرض الواقع بدلا من إمتى؟ ده على الفور بعد التوقيع هو في حيث التنفيذ على اعتبار أن وزارة الشباب والرياضة كانت تقدمت بأكثر من مرة بخطة لنقشة مجلس الوزراء وهي آليات تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية احنا عندنا على مستوى الجمهورية أكثر من أربع تلاف قارية بتحتاج إلى عمليات تطوير ده حاجة الحاجة التانية أن معظم مراكز الشباب في القرى وفي محافظات ود الدلتا على سبيل المثال تعرضت نتيجة عدم المتابعة ونتيجة عدم الصيانة ونتيجة أمور كثيرة جدا كل المرافق البنية الأساسية بتاعتها لم تعد صالحة وبالتالي انت بتحيي مشروعات جديدة أنا عايزة أقولك أن احنا بنحيي مشروع كان موجود من أكثر من 40 سنة أو 30 سنة هو حكاية الوحدات المحلية المجمعة كل ست قرى في أي محافظة كان بيبقى لهم وحدة محلية مجمعة بيبقى فيها مركز الشباب ده كان زمان مش موجود دلوقتي كان فيه مركز الشباب كان فيه سينما على سبيل المثال كان فيه مركز ثقافي خلافه طبعا كل ده تعرض لانتهاكات شديدة جدا خصوصا فيما تعلق مثلا الملاعب في بعض الأحيان تعرضت أنها تم القضاء عليها انت عندك دلوقتي لو شفت المدارس مثلا مش هتلاقي الملاعب الموجودة بنفس مكانة المدارس من 20-30 سنة طيب أستاذ عبداللطيف عايزين نعرف برضو جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة هل له يعني سابق مثلا نجاحات فيه تقديم قروض أو توفير فرص استثمارية للشباب بخلاف الموضوع اللي هو اللي ستتنفس ده هو له تاريخ طويل فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما يكون الاسم إلى حد ما جديد اللي هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن الاسم ده تحته أمور كثيرة جدا فيما يتعلق مثلا كان عندك الصندوق الاجتماعي للتنمية الصندوق الاجتماعي للتنمية يعني فيه ناس استفادوا منه أو ملايينه فيه ناس يعني فشلوا وكانوا يعني عرضة للحبس لا مش معرضة للحبس هو كان فيه طبعا مشروعات كثيرة بتنجح بالنسبة لصندوق الاجتماعي للتنمية لكن أنا عايز أقول لحضرتك أنه كان فيه وقت من الأوقات يعني كانت بتأثر برضو على الشباب يمكن ما قبل 25 يناير أنت كان عندك مشكلة طيب ما هو فائدة أن أنا تقدمت بمشروع ودراسات جدوى وحصلت على التمويل وبدأت أنتج ولكن ليس لدي آلية أو مساعدة لتصريف هذا المنتج أو تسويق هذا المنتج عايز أقول لحضرتك أنه في دول كثيرة الآن في أوروبا على سبيل المثال أنا مش عايز أقول لك مثلا زي ألمانيا أو زي الهند اختصادها جانب كبير منه يقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنت ما عندك ألمانيا ما عادتش تعتمد على مثلا نقول السيارات مرسيدس أو خلافه لكن أصبحت تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة صادرات ألمانيا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وده مراحز فيه أن العديد من اللاجئين السوريين العملوا مشروعات صغيرة والمتوسطة وأن هم يحققوا أصباحوا علامة في الاقتصاد الألمانية الأضيابة أنك توجد له البيئة المناسبة تمام الأستاذ عبداللطيف وهبا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء شرفتنا أفندم وصباحا كيرا شكرا سباحا كيرا بكرة إن شاء الله مشاهدين الكرام حلقة جديدة وفريق عمل جديد حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى الليلة اشتركوا في القناة